قام معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى إحدى وحدات قوة دفاع البحرين حيث كان في استقبال معاليه قائد الوحدة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وخلال الزيارة طلع معاليه على جهوزية الوحدة واستعداداتها العسكرية كما تفقد عددا من منشآتها واستمع إلى إجازة عن آخر التطورات التي شهدتها الوحدة والوقوف على ما وصلت إليه من تحديث وقد أكد معاليه الحرص الكبير لتجهيز كافة وحدات قوة دفاع البحرين بأحدث التقنيات العسكرية المتطورة تنفيذا لتوجيهات الكريمة السامية من لدى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لتسخير كافة الإمكانات وتقديم الدعم اللازم لجميع وحدات قوة الدفاع والارتقاء بأدائها العسكري إضافة إلى تأهيل كوادرها العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد تلبية لمتطلبات التقنية العسكرية المعاصرة وصولا للارتقاء بالعنصر البشري في قوة الدفاع البحرين والذي هو مبعث فخر واعتزاز وفي ختم الزيارة ثمن مع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة الدور الكبير الذي يقوم به منتسبه قوة الدفاع في مختلف المواقع وما يبذلونه من جهود كبيرة ومخلصة في تأدية واجبهم المقدس المناطبهم حفاظا على مكتسبات ومقدرات المملكة والدفاع عن الوطن الغالي بكل قوة وتفان وشرف وآخر